كلمة الأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر مقرر عام المؤتمر بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف السادة أصحاب السعادة والفضيلة والمعالي الأستاذ والعلماء والباحثين طلاب الأعزاء يسرني أن أتواجد مع حضراتكم اليوم للتحدث عن أخطر أزمة باتت تواجه الأعالم اليوم أزمة بقاء الكوكب أزمة تغير المناخ وينطلق مؤتمراً اليوم من واحدة من أقدم وأعرق الجامعات حول العالم جامعة الأزهر الشريف تحت عنوان المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة بعنوان تغير المناخ التحديات والمواجهة برعاية كريمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور فضيلة الإمام الأكبر لأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف في ظل التوجه العالمي والوطني نحو الاهتمام بالتغيرات المناخية وتحدياتها التي تواجه الإنسانية وتستلزم حتمية وتحديات التوافق بين شعوب الأرض بمختلف عقائدهم وثقافتهم في مواجهة تلك التغيرات وضرورة التكيف المناخي للحد من الآثار السلبية لهذه الأزمة الإنسانية يشهد كوكب الأرض حالياً تأثيرات مفزعة بسبب التغيرات المناخية وعندما نفكر في تغير المناخ دائماً ما ينحصر الفكر في ارتفاع مستويات البحار وارتفاع درجات الحرارة وذوبان الأنهار الجليدية لكن الحقيقة أن هذه الآثار هي مجرد لقمة لجبل جليدي قاعدته كل مناح الحياة فتغير المناخ أزمة تضرب كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالإنسان والحيوان والنبات والمياه والجماد ويمتد أثرها إلى الاقتصاد والمؤسسات الصحية والتخطيط فواضع السياسات المالية والمزارعون والمهندسون والأطباء وكثيرٌ من أصحاب المهن والوظائف الأخرى من المرجح أن تتأثر أعمالهم نتيجة أزمة تغير المناخ ولأنه من الصعب مجرد تصور مدى خطورة آثار التغيير المناخي فمن الصعب أيضاً أن نعرف مدى تأثيره على العديد من القطاعات والأعمال والمجالات لكن آثار هذه الأزمة أصبحت واضحة وجرث إنزار يدق نقوس الخطر كل يوم فمن منا من لم يشاهد الكوارث والجفاف والأعاصير التي تؤثر بشكلٍ كبير على المصالح الاقتصادية ومستقبل الشعوب والأجيال القادمة يسعى العالم أجمع لإيجاد حلولٍ للحد من الآثار المدمرة لتغيير المناخ فالحفاظ على البيئة والحد من أزمة تغير المناخ في الأساس قضية بقاء والاستهانة بها يهدد بتفاقم معدلات الفقر ويضر بالنمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته فإن كيفية نمو البلدان المختلفة وما تدخه من استثماراتٍ لتلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة والغزاء والمياه يمكن أن يكون سببًا في تفاقم أزمة تغيير المناخ وزيادة المخاطر المحتملة منها أو يكون سببًا في احتواء هذه الأزمة وإيجاد حلولٍ ناجحةٍ بشأنها وهناك وسائلٌ وعساليب للحفاظ على البيئة والحد من تفاقم أزمة تغيير المناخ كتسعير الكربون واستخدام الطاقة المتيددة والاستثمار في زيادة كفاءتها والتشجير ولدينا في جامعة الأزهر الشريف نموذجًا تطبيقياً يُبرهن على ما أقوله حيث قامت الجامعة من خلال معمل الأزهر لأبحاث الخلايا الشمسية بتطوير الخلايا الشمسية العضوية الواعدة باستخدامها بمفهومٍ جديد السطح البيئي المولِّد لحاملات الشُحنة واستخدامها لإنتاج الطاقة النظيفة صديقة البيئة كما شجَّعت جامعة الأزهر الشريف طلابها على القيام بمبادراتٍ ومشروعاتٍ ريادية لخدمة البيئة وحمايتها وتعزيز قدرتها على تنمية استدامة مواردها وتثيقًا لما قلته فقد قام فريق إيناكتس جامعة الأزهر في عام 2020 بالحصول على المركز الأول عالميًا في كأس العالم لريادة الأعمال عن مشروعٍ رياديٍ يهدف إلى الاستفادة من قشر الجنبري وإعادة تصنيعه لخمس منتجاتٍ أساسية متمثلة في التوابل والأسمدة ومزارع الجنبري والأقنعة الطبية وفلاتر المياه ولم يقتصر الاستفادة من هذا المشروع الريادي داخل مصر فقط بل تم تصدير هذه الفكرة لدولٍ أفريقيةٍ وأخرى أوروبية إضافة إلى ذلك فقد قامت الجامعة بزيادة المساحة الخضراء حرصًا على سلامة الطلاب فالحزام الأغضر وقطاع التجيير أمل مصر في الحصول على هواءٍ نقي ومع تلك المحاولات لتقليل الضرر فما زال الخطر يحدُق بنا ولكن معاً نصنع المعجزات يأتي هذا المؤتمر ليُبرهن على جدية الدولة المصرية في التعامل مع ملف المناخ وما تُليه القيادة السياسية من أهميةٍ بالغةٍ لهذه القضية وإدراكها فقد أكد فقامة الرئيس عفتاح السيسي أن مواجهة تغير المناخ مهمةٌ حتمية لا تحتمل التأييل وأن إنقاذ الدول النامية الأكثر تأثُّراً من تفاقم أزمة تغير المناخ مرهونٌ بتفعيل مبدأ المسئولية المشتركة وحجم الدعم الذي توفره الدول الصناعية الكبرى للدول النامية خاصةً من حيث التمويل الذي يُعدُّ حجر الزاوية والمحدد الرئيس لرفع الطموح المناخي وهو ما أكده فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزر الشريف من ضرورة رفع الوعي بمخاطر تغير المناخ والاتحاد من أجل مستقبلٍ أفضلٍ للإنسانية ووجوب الحفاظ على الأرض التي استأمن الله عليها الإنسان واستخلفه فيها والوقوف في وجه أي نشاطٍ يضرُّ بالبيئة أو يُفاقم من أزمة المناخ وتضافر القيادات الروحية لنشر الوعي بإبعاد هذه الأزمة بين الجميع وربما يُسهم في محاصرتها والتخفيف من أخطارها وفي ضوء رؤية مصر 2030 لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من وجود نظامٍ بيئيٍ متكاملٍ ومستدام يعزِّز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية وفي ظل أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 للتنمية المستدامة وقيام الدولة المصرية باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ على مختلف مناحي الإنسانية على كوكب الأرض في عام 2022 فإن المؤتمر سيناقش قضايا التغير المناخي على مختلف أنواعها وتأثيراتها على مختلف المناحي الحياة الإنسانية على كوكب الأرض وكيفية التقليل من آثارها والتكيف معها والتكلفة الاقتصادية المتوقعة للتكيف المناخي في مختلف القطاعات والنشاطات الإنسانية كما سيلق المؤتمر الضوء على مجموعةٍ متنوعة من الموضوعات المهمة كدور القيادات الدينية والروحية في قضايا التغيرات المناخية وروية الدولة المصرية لمجابهة التغيرات المناخية والاستعداد ودور مؤسسات المجتمع المدني المصري في مجابهة النوازل والكوارث ودور الشباب في مصر وأفريقيا في ضعم النظم البيئية ومقامة التغيرات المناخية ودور الدول والمؤسسات الدولية في قضايا التغيرات المناخية وكذلك دور الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في التوعية ودعم مجابهة التغيرات المناخية كما يناقش المؤتمر أبحاثاً علمية في مجالات التغير المناخي في محاور متعددة منها علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان والوعي البيئي للمجتمعات وعلاقته بتغير المناخ واقتصاديات تكيف المناخ ودور الجامعات العربية والإفريقية والمؤسسات البحثية في مجال البيئة والتغيرات المناخية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته